معارك شمال غزة بلغت غايتها وحققت أهدافها ذلك ما يستشف من كلام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي أعلن النجاح قواته في تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس في شمال القطاع بشكل كامل بعدما يزيد عن شهرين من القتال على الأرض الجيش الإسرائيلي أجمل في إفادته حصيلة عمل قواته في شمال القطاع خلال المعارك التي خضناها في شمال غزة تم قتل 8 ألف مسلح ومصادرة نحو 30 ألف قطعة سلاح أما المعارك التي ما زال دويها مسموعا في مناطق الشمال والصواريخ التي تنطلق منها بين الفينة والأخرى نحو الأراضي الإسرائيلية فيرجعها الجيش الإسرائيلي إلى مقاتلين من الحركة ما زالوا يتحركون بشكل غير منظم وبدون قادة لا يزال هناك مسلحون في جبلية لكنهم يعملون من دون إطار منظم في غياب تام لإشراف القادة تعرضنا وسنتعرض لإطلاق الصواريخ من تلك المنطقة سنواصل عمليتنا الهجومية للبلغ إلى أهدافنا ورغم ما يصفه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي من سيطرة ميدانية في الشمال ما تفتأ إسرائيل تعلن أسماء ورتب جنود وضباط يسقطون في تلك المنطقة آخر الأسماء التي كشف عن مقتلها ضابط كبير برتبة مقدم ينتمي إلى لواء نحال أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي يوثق بيان للجيش مقتله في شمالي القطاع وسحب الجيش الإسرائيلي عددا من ألويته التي كانت تقاتل في قطاع غزة بينما لا تزال المعارك والقصف المدفعي والجوي مشاهد ثابتة في يوميات قطاع غزة